بونجور تولمان كمانت عليكم جاسباح كتو با بيان ازايكم عمني ايه يارب تكونوا بخير المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الارتكل الديفيني والانديفيني انت في حالة الانيمو دلافير المرة دي هنتكلم لها ان جنرال بقى يلا بينا نشوف عملنا ايه جمعتلكوا اغلب الكلمات اللي انتوا ممكن تتلغبطوا فيها طيب هل افكركم تاني وقلوكم الفرق ما بين الارتكل الديفيني والانديفيني يلا بينا الارتكل الديفيني هو الارتكل المحدد زي مثلا طيب امتا بنستخدم اللي لما يكون الكلمة اخرها اس او ايكس زيادة عن الكلمة خلاص هنقول طيب لو الكلمة مش اخرها اس اعمل ايه ابوس هل هي اولها فويل ايه هم الفويل يا مدام ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا اعو HER لما تكون ميئة كده مينات وتاخد ألا بصخف يبقى عندنا أول خطوة هبص على الكلمة لو آخر هقاس هحط ليه لو مش آخر هقاس هبص على أول حرف لو هو فوعيال هحط ألا بصخف طيب ده كده نومبر تو نومبر ثري هبص على الكلمة مش آخر هقاس ولا أولها فوعيال الله أمه إيه يا إما هتكون ماسكولا يا إما هتكون فمينة لو مسكولا عالطول هحط لها اللو زي livr, kaye, garçon, concombre يبقى اللو livr, le kaye, le garçon, le concombre بايبو لو فمينة زي ريجل, trousse, في, frez, vash, banan, fenêtre عالطول هحط لها اللو في الارتكل الدفيني طبو الاندفيني نفسي كلام بس الاندفيني ده غير محدد يعني اي كتاب هنا لوليفر ممكن أقول لوليفر ده سارة ده الكتاب بتاع سارة لأن ده حاجة محددة تمام؟ طيب ها قلنا هنا الأرتكل ااندفيني ما تتلعبطوش ااندفيني يبقى اان وان ودي ااندفيني اان ودي طيب ديفيني لولا ليه ألا بصخف سهلة؟ طيب الاندفيني هنبص أول حاجة لو الكلمة آخرها اس او اكس مش من أصل الكلمة يبقى عطول نحط الدي مادام يعني ايه أصل الكلمة يعني مثلا عندك كلمة جو عصير جو دورانج مثلا كلمة جو هي أصلها أصلا زي الإنجلش مثلا جوس يبقى جو هي أصلها أصلها آخرها اس وبالتالي دي مش من أصل الكلمة فحقول الآن جو دورانج يبقى هي مكانها فين؟ مكانها هنا هون عادي مش في البلوريال انتوا يعني أصل الكلمة؟ يا رب تكون في الدورة طيب أول حاجة أبص لو نحيتها اس على طول دي طيب مش نحيتها اس هأسأل نفسي هو ده ماسكولين على الفيمينان طيب ما دعم هو الحتة دي بتلافاتنا قوي طيب أنا عملت فيديوهات كثير قوي 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 عن ماسكولين والفيمينان من أهمها إن لو أحنا مش عارفين ده ماسكولينة ولا فيمينان هنعمل إيه؟ هندخل على جوجل ونكتب مثلا ونشوف جوجل حيقول لنا إيه؟ ونحفظها سهلة؟ بس إحنا قولنا قبل كده إن الماتيريال سكولير الحاجات بتاعة المدرسة أغلبها ماسكولير مع ده المستطيل اللي احنا عملناه قبل كده فزاشن جرحت هولنا بنوتا في غيرتو كانت التخس وكمان الجم وكمان الغجل وقلنا إن التالاتة دول هم اللي بياخدوا إن تمام؟ اللي هي إيه؟ تخس مقلمة وجم أسيكة وغجل يعني مسترة سهلة؟ طيب عندنا هنا ليفر وكاية وآجندا وغرسون وآمي من غير وكونكومبا ووبيتال كل دول ماسكولير حياغدو إن أما راجل وتخس وإسطوار وفي وآمي بإيه وفخيز فراولة وفاش بقرة وبانان وأرانج وفنتر دول فمينا وبالتالي حياغدو إن يا ترى الدنيا كده بقت سهلة عليكو ولا لسه برضو صعبة لو جالكو أي سؤال في الأرتيكل إذا كان ديفيني ولا أن ديفيني هتعرفو تعاملو ولا حتت لغباتو أتمنى تعرفو تعاملو وبسهولة جدا 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 أشوفكو على خير وساشين نتيجدة ومعلومات جديدة Au revoir